كشفت إدارة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة آخر التطورات على حركة المسافرين عبر المطار منذ استئناف حركة الطيران بالأردن بعد توقفها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة ناصر المجالي قال لرؤية إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم في صارات المطار بلغ 60 ألف مسافر قادم ومغادر فيما استقبل المطار 522 لحلة داخلية من مطار الملك علياء منذ فتح المطارات في شهر حزيران الماضي وكشف عن وجود عدد من شركات الطيران العالمية تقدمت بطلب للحصول على إذن تشغيل عدد من الرحلات ذهابا وإيابا إلى مطار الملك الحسين الدولي حيث ما زالت تنتظر الموافقات الرسمية من هيئة الطيران المدني وأكد المجالي أن المطار والعملين فيه يتبعون أقصى درجات الحيطة والحضر والبروتوكول الصحي الدولية والمحلية فيما يخص آلية التعامل مع فيروس كورونا طرعا داخلي بدأ عندنا بـ 18-6 ولا يزال ينفذ من خلال ثلاث شركات الملكية الأردنية والجوردان أفييشن وفلاي جوردان عدد المسافرين تقريبا 50 ألف مسافر من خلال 510 حركية جوية قادمة ومغادرة بـ 24-9 بدأ عندنا الطيران الدولي وبشكل رئيسي بدأ من جمهورة مصر العربية بـ 3 خطوط جوية الأردنية للطيران وإير كايرو والـ Petroleum Air Service كان عدد المسافرين 10500 مسافر لغاية اليوم من خلال 146 رحلة جوية ترجمة نانسي قنقر